الحديث الأبرز، وهي تصرحات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على الحسابات الرسمية للنادي الأهلي، سواء على الفيسبوك أو حتى على قناة الأهلي على اليوتيوب، أو قناة النادي الأهلي على اليوتيوب. لكن التصرحات مهمة جداً، لأن هي أكدت كل التفاصيل اللي كان بيتم شرحها من خلال القناة الرسمية للنادي أو من خلال الموقع الرسمي، بغض النظر بقى عن بعض الاجتهادات اللي خرجت في الساعات الأخيرة، ويبدو أن الكل كده متعود أنه دايماً بيبقى فيه خناقات في رحيل أي يوم درب لكن مش عارفين أنه دايماً النادي الأهلي مؤسسة مختلفة تماماً في التعامل مع كل الناس اللي بتأكيد بينتموا لهذه المنظومة سواء العيبة وجهزة فنية أو حتى على المستوى الإداري النادي الأهلي لما أعلن في البيان الرسم اللي خرج أول أمس أنه انهاء التعاقد بالتراضي وبناء على طلب موسماني خرج اجتهدات كتيرة وناس كتيرة حاولت تجتهد وناس النهاردة حاولت تقول يعني تفاصيل ما لهاش أي صحة من الواقع إلى أن خرج بيت سو مسماني في تصرحات رسمية هستعرض معكم كده التصرحات اللي تقلت النهاردة لأن أعتقد بهذه التصرحات الملف يتقفل ومن اللحظة دي الكل يركز مع الأهلي في الفترة اللي جاية وكل الدعم للجهاز الفني المؤقت اللي بيدير الفري في الفترة القادمة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لأن الفترة اللي جاية سدوني والله مش محتاجة هزار ومش محتاجة اللي احنا نشغل نفسنا بتفاصيل جانبية لا هتقدم ولا هتأخر بل بالعكس لو ركزنا فيها هتأخر الفريق وترجع الفريق لورا وانبارح استشهدتب ده لما قلت أن السوشيال ميديا تكلمت على بيت سو مسماني طول الفترة الأخيرة بطريقة وصلت الناس أن في مرحلة فيها ضغوط كبيرة جدا وكأن النادي الأهل السنة دي محقق 2 من 10 أو 3 من 10 أو على مدار سنتين ما جابش 5 من 10 رغم أن على أرض الواقع لما تبص على النتائج والأرقام الأهل وصل لـ 8 أو 9 من 10 لكن الضغوط والكلام الكتير على السوشيال ميديا وصل بنا الحال أن إحدى الصحف القومية تكتب من بارح منشت أخيرا مسماني يرحل عن الأهل بالطراضي وكلمة أخيرا دي أنا شرحتها من بارح والحمد لله يمكن الناس كتيرا تفعلت معايا من بارح وبعتتلي وقالتلي إحنا فهمنا المغزى اللي أنت كنت عايز تتكلم فيه وإيه الرسالة اللي أنت عايز توجهها لجمهور الأهل بالنسبة للمرحلة اللي جاية والنهاردة خرج التصرحات من بيتسو مسماني تؤكد كل كلمة كنت بعانيها مبارح وبوجهها لجمهور النادي الأهل التصرحات مكتوب فيها إيه أو بيتسو مسماني قال إيه في البداية أوجه الشكر لرئيس النادي الأهل الكابتن محمود الخطيب لثقة بيه وإحضاري إلى هنا واتخاذ قرار بتعيني وهو قرار لم يحبز الكثيرون ولكنه آمن به وبقدرتنا على النجاح معا خاصة على المستوى الدولي بيتسو قال تدريب الأهل شرف الأهل يعني لي الكثير حضرت أولا هنا بعد الفوز بدور أبطال إفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية لكن تحقيق هذه الأمور مع الأهل مختلف يعني هو بيقول أنه قبل كده فاز بدور أبطال إفريقيا مع ساندونز ولعب في كأس عالم أندية لكن لما يحقق الأمور دي مع النادي الأهل ده أمر مختلف خدوا بالك ومدرب جنوب إفريقي بيتكلم عن الإنجاز اللي حققه مع نادي جنوب إفريقي لكن لما يجل الأهل الأمر بالنسباله مختلف لم أرى اتفاقا على إنهاء العلاقة بهذا الرقي نحن نحترم بعضنا مع نهاية هذه العلاقة ولم يجبرني أحدا على الرحيل كلام واضح ومباشر وموجه بشكل كبير جدا لكل الناس اللي كانت عملة يعني بلغة السوشيال ميديا كده كان فيه افتكاسات وكان فيه أخبار كلها غلط ومعلومات كلها كانت غلط قال كمان مسماني اللحظة الأعظم لي التي جعلتني أرقد نحو اللاعبين لما لها من قيمة كبيرة في تاريخ النادي الأهلي كانت درب القرن أمام الزمالك هو بيكلم عن اللحظة الأعظم لي مع النادي الأهل لما كان بيرقد أو بيجري مع اللعبة وقت الفوز بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق البطولة التسعة قال عندما ذهبت إلى المغرب للحصول على رخصة الكاف الجميع كانوا يتوقفون لتحياتي حتى الأطفال الصغار يعرفون الأهلي ويعرفونني حتى الأطفال الصغار للولاد الصغيرين عارفين وعارفين النادي الأهلي وهذا بسبب تدريبي للنادي الأهلي هذه الزكريات ستبقى معي دائما إذن تصرحات المدير الفن للنادي الأهلي واضحة والراجل أعتقد أكبر رد على الكلام اللي تقال لا راح للفيفا ولا راح للمحكمة الرياضية ولا استعام بحد قالك أنا محبوس في مكان الراجل قال تصرحات محترمة جدا ووجي فيها الشكر لنادي الأهلي وتكلم على أن التجربة دي له لأن النادي الأهلي ادهاله ما كانش هيقدر يحقق كل الإنجازات دي وقال أن حقاته أبن كده دورة أبطال إفريقيا وكاس العالم للأندية لكن تحيي الألقاب دي مع النادي الأهلي وضع مختلف قال كمان أن الكابتن محمود الخطيب لما وثق فيها وداني الفرصة النضرة بالأهلي وآمن بقدراتي ده شيء بالنسبة لي كبير وشيء عظيم يبقى بالتالي كل الكلام ده يخلينا مش إحنا الأطراف التانية أو الناس اللي عايزة دايما تطلع صورة النادي الأهلي بشكل سلبي أو هي متعودة على صورة معينة فعايزة تقرر نفس الصورة في كذا مشهد أعتقد بعد الكلام ده صفحة وقفناها ونبدأ نفكر ونركز في الفترة اللي جاي ورسلت للجمهور أرجوكم نتعلم الدرس زي ما الناس كلها اللي بتشتغل بتشوف إيجابياتها وسلبياتها برضو لو كان عندنا سلبية وهي فكرة الضغوط دايما على الأجهزة الفنية والضغوط دايما على اللاعبين والضغوط دايما على الإدارة نسيب الناس تشتغل ونسيب الناس تركز الناس انتقدت لما الأهلي جاب فيلر وقال لك ما فيه سيفي وعمل إنجازات طيبة والناس دلوقتي بتقول لك رجع فيلر والأهلي ما جاب بيت سمو سيماني والناس قلت لك إزاي مدرب إفريقي درب الأهلي وتحققت إنجازات في عشرين شهر أعتقد ما فيهش نادي في أفريقيا بيعمل الإنجازات دي إلا النادي الأهلي ومع ذلك دلوقتي الناس بتقول لك بعد التصرحات دي خسارة كانكمل صعب صعب يا جماعة نسيب الناس تشتغل وكمان كل الثقة والدعم للكابتن سامي أمسان والكابتن محمد شرف والجهاز الفني للأهلي هيقدروا يعملوا نتائج قوية وطيبة بس يدعموهم نبطل نقف لبعض على الوحدة اللعيب دا طلع بس غلط اللعيب دا شات كرة غلط التغيير دا غلط ما هو لو كان نزل دا بدل دا ما كانش الأهلي حصل معاه كده الكرة ما بتمشيش كده الكرة عايز استقرار وعايز هدوء والناس دازم تبقى عارفة دورها انت مشجع شجع انت ايدالي مسؤول على الأمور الإدارية انت فان تتكلم في الأمور الفنية لو كل واحد قام بدوره صدقوني المنظومة اتحقق أكتر ماللي بتحقق دلوقتي اه بتحقق ثمانية من عشرة او تسعة من عشرة بس انا ممكن اجيب عشرة من عشرة فبالتالي نساعد بعض عشان نوصل للدرجة النهائية وهي لعشرة من عشرة ونفوز بكل البطلات زي ما حصل قبل كده بألفين وخمسة وألفين وستة خمسة من خمسة دوري وكاس وسوبر وسوبر افريقي ودوري اطال افريقيا وكمان ميداليا في كأس العالم للأندية اخرج لفصل وبعد الفصل نرجع مع بعض ونشوف كيف يستعد الاهلي لمباراة اليوم أمام استر نيكامبني في الجولة الاربعتاشر المؤجلة من الدوري العالم